بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالجميع هذه تتمة لسلسلة تاريخ الأمم التي نرصد فيها تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلى يومنا هذا انتهى كلامنا حول الفتوحات التي تمت في عهد عمر رضي الله عنه في بلاد العراق وفارس وجاء دور الكلام عن فتوحات عمر رضي الله عنه في أرض الشام وهو بطبيعة الحال أكمل الفتوحات في أرض الشام التي بدأها أبو بكر رضي الله عنه كما صنع في أرض العراق ما الذي جرى في عهد عمر رضي الله عنه في أرض الشام وصلت رسالة إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وهو من قادة المسلمين ولم يكن القائد العام بل كان القائد العام هو خالد بن الوليد رضي الله عنه فوصلت هذه الرسالة من عمر رضي الله عنه يخبره بموت أبي بكر الصديق وأنه قد تولى خلافة المسلمين وعمره بعزل خالد بن الوليد وأن يتولى هو قيادة الجنوش طبعا هذا الأمر حال أبي عبيدة ووقع أبي عبيدة في حرج كبير نحن الآن على مشارف معركة اليرموك ومن الصعب أن يتم مثل هذا القرار العسكري الصعب أن تعزل القائد فهذا القائد قد تأخذه حشاه من ذلك بطبيعة الحال العزة بنفسه وينحاز بجيش المسلمين وينحاز معه طائفة من المسلمين لكن خالد رضي الله عنه بطبيعة الحال هو أبعد عن ذلك لكن في أي قرار عسكري لا بد أن يتصف من تصل إليه الرسالة بشيء من عيكم ولا شك أن عمر رضي الله عنه كان يدرك ديانة خالد قبل عبيدة ويدرك خلق عبيدة وأمانته وحسن رسالته أو حسن استلامه الرسالة قبل ذلك أخذ أبو عبيدة الرسالة وأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له لا تخبر خالد حتى ينتهي الأمر وصل الأمر إلى خالد قبل معركة اليرموك وعجب خالد من فعل أبي عبيدة كيف أصلي أنا بالناس إماما وأنت ورائي وأنت قد جاءك الأمر من عمر بتعيينك قائدا عاما للجيش قال يا خالد إنه لا يسر مثل ذلك وإني سأخبرك بالأمر لكننا الآن في مواجهة الجيش فعزل خالد نفسه مباشرة ولم يبدو منه أن يعترد فلإنه سلم أمره إلى عمر وأبي عبيدة وكان خيرا معين لأبي عبيدة رضي الله عنهم جميعا الآن قبل أن أتكلم عن فتوحات الشام وما جرى في معركة اليرموك وبعدها هل كان هناك شيء من حظوظ النفس بين عمر وخالد من الوليد؟ لما استعجل عمر أمر عزل خالد في أول قرار عسكري في خلافته طبعا حظوظ النفس غائبة عن نفوس وصدور عمر وخالد وإنما رأى عمر أنه من المصلحة الإيمانية التربوية العقدية في نفوس الجيش أن يعزل خالد وهو يعلم يقينا أن عزل خالد لا يعني أنه ينفى إلى بلد من البلاد وأن خالد سيبقى رهن القيادة العسكرية وسيبقى كما عاهده المسلمون فاتحا مجاهدا في سبيل الله لكنه خشي من مقولة الناس التي انتشرت إنما ننصر بخالد هكذا كان يقول الناس خالد يا سادة قال فيه ابن كثير رحمه الله في تاريخه وخالد بن الوليد لم يهزم في جاهلية ولا في إسلام خالد كلما أتى إلى بلدة أو قرية سلمت نفسها كلما أتى إلى معركة انتصر فيها في الجاهلية وفي الإسلام حتى صار الناس يتحدثون إنما ننصر بخالد هذا يضعف حسن الظن بالله يضعف الثقة بالله يصبح تعلق الناس بالمخلوق وليس بالخالد هكذا فهمها عمر رضي الله عنه ولذلك لم يتردد خالد في قبول أمري عمر انتصر المسلمون في معركة اليربوك بقيادة أبي عبيدة وكان معه خالد ومعه سادات المهاجرين والأنصار والتابعين بعد أن وضعت الحرب أوزارها من اليربوك بدأ الروم يحاولون جمع شتاتهم فأين الوجهة الآن بالنسبة للمسلمين؟ عندهم وجهتان الوجهة الرئيسية الهدف الأول وهو فتح دمشق دمشق تعتبر أقدم مدينة تاريخية ودمشق بالنسبة للروم كانت مدينة ذات بعد تاريخي وسياسي واستراتيجي مهم وكان هيرقل يقيم فيها فمن المهم أن يحافظوا عليها وكانت محصنة بسور منيع جدا ولذلك حرص المسلمون على فتحها لأنه إذا فتحت سيسهل فتح المدن الأخرى لكن المشكلة هناك في فحل التي تسمى اليوم بطبقة فحل وتقع شمال الأردن بالقرب من إربد هناك قوة نصرانية تهدد المسلمين وقد عهد أبو عبيدة إلى بشير بن كعب الحميري أمر هذه القوة لكن الآن إيش يصنع بالجيش الإسلامي؟ هل يتوجه إلى فتح دمشق؟ وهو الآن موجود في الأردن خالد أبو عبيدة وجيشه موجودون في الأردن هل يتوجه هنا بمكان قريب من جهة إربد؟ ولا يتوجه مباشرة إلى دمشق في سوريا اليوم؟ ما عرف إيش يصنع وهذا الأمر يحتاج إلى مشورة فأرسل رسالة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعمر موصوف بالحكمة والدهاء العسكري والبعد السياسي والستراتيجي قال عمر بل توجه إلى دمشق فإنها حصن الروم هي الهدف الأول لكن لأنك تخشى من قوة موجودة في الفحل أو في طبقة فحل أو فحل فأرسل إليها قوة من الخيل لتصد عنك خيل الروم هناك وهذا رأي حسن ولذلك جمع أبو عبيدة جيش المسلمين وكانوا نحو من أربعين ألفا فيهم أبو عبيدة وخالد بن وليد وجماعات من كبار الصحابة والمهاجرين والأنصاء وأرسل قوة إلى فحل وبدأت الجيوش الإسلامية تتوجه إلى دمشق أربعون ألف مقاتل في حين أن هناك من الروم ستون ألف مقاتل وهناك مدد سيأتيهم من حمص فيها أربعون ألف مقاتل وهناك أيضا مدد آخر سيرسله هرقل يعني ستصل تقريبا قوة الروم إلى مئة ألف مقاتل مقابل أربعين ألف مقاتل والمسلمون يعرفون أنهم لا ينصرون بعدد ولا عدد إنما ينصرون بالله فتوجهت الجيوش الإسلامية إلى دمشق ووجدوها مدينة حصينة منيعة لا يمكن النفوذ إليها وحاصروها حصارا شديدا واستمر حصار المسلمين لديمشق سبعين يوما وقد وزع أبو عبيدة الجيوش الإسلامية جيش بقيادة خالد جيش بقيادة معاذ جيش بقيادة دول كلا وزعهم على الأبواب الشهيرة لهذا السور وظن الروم أن المسلمين سيتركون الحصار بعد اشتداد البرد والشتاء لكن المسلمين كانوا أذكياء منصورين بالله واستفادوا كثيرا من الكنائس والمنازل المهجورة الموجودة في غطة دمشق في نواحي دمشق في أطراف دمشق استفادوا منها وأقاموا فيها كانوا يستريحون فيها ويتبادلون أحيانا وشق ذلك على الروم سبعون يوما والمسلمون محاصرون لهم واستطاع المسلمون أن ينفذوا إلى نهر جار من تحت السور وأن يدخلوا بقيادة خالد رضي الله عنه وأن يفتحوا الباب فلما رأى الروم فتح المسلمين للباب علموا أنهم مهزمون لا محالة ولذلك سلموا المدينة صلحا ولم يتم القتال فيها وكان هذا على الصحيح في السنة الثالثة والعشرين من الإجرة بعد معركة الأمور لكن هنا وقع خلاف هل فتح دمشق كان صلحا أو عنوة طبعا هذا له أحكام في الشريعة وهذا له أحكام في الشريعة فمنهم من قال فتحت صلحا ومنهم من قال فتحت عنوة يعني بالقوة ومنهم من قال فتح نصفها صلحا وهو الذي كان عنوة وهو الذي كان بقيادة خالد ثم فتحت صلحا يعني نصفها صلح ونصفها عنوة وهذا هو الصحيح والدليل أن المسلمين لما دخلوا دمشق وهناك كانت الكنيسة الكبرى في دمشق وأراد المسلمون تحويلها إلى جامع وهو الجامع الأموي الموجود عاليا في دمشق أخذوا نصف الكنيسة وتركوا النصف الآخر أخذوا نصف الكنيسة لأنهم فتحوها عنوة وحولوها إلى مسجد وتركوا النصف الآخر لأن نصفها لم يفتح إلا صلحا واستمر المسلمون على ذلك إلى زمن الوليد بن عبد الملك الخليفة الدمشقي الذي دفع أموالا للروم للنصارى مقابل أن يشتري منهم النصف الآخر من الكنيسة وبالفعل اشتراه ووسع أمره للمسجد وأما هيرقل فقد ول أدباره وترك الروم يواجهون الروم هذا مصطلح يطلق على الأوروبيين يعني ليس كل النصارى الموجودين في دمشق من الروم من الأوروبيين وإنما فيهم عرب والروم يطلق على من كان من تركيا في ذلك الوقت نتكلم من جاء من تركيا من جهة الأناظور أو من جهة أوروبا ولما دخل عمر فلسطين وكتب العهد العمري كتب لا يبقى فيها الرومي ولا لص اللص معروف والرومي قال ما يبقى فيها أوروبي هذا دخيل على هذه المدينة هذا من العهد العمري ولذلك دخلها أبو عبيدة وصار أهلها يدفعون الجزية وتم فيها الأمر وكما سيأتي بعد ذلك لما رجع هيرقل ليحاصر دمشق أمر عمر وأبا عبيدة أن يخرج بالجيش الإسلامي حتى لا يضر المدينة ولا يضر الجيش الإسلامي ماذا صنع أبو عبيدة؟ أرجع المبلغ المأخوذ من النصارى الجزية لهم لما؟ لأن هذا المبلغ القليل الجزية إنما أخذ منكم بقصد الدفاع عنكم وحمايتكم ونحن اليوم عاجزون عن حمايتكم فأرجع لهم المبلغ وصار النصارى يقولون له يمكثوا نحن نريدكم وجدنا العدل معكم لا يمكن أبدا أن ننصركم لا يمكن أبدا أن نحميكم وبالفعل خرج أبو عبيدة ثم رجع بعد ذلك وتم الدمشق منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا مدينة من مدن الإسلام للحديث بقية إن شاء الله تعالى حول ما جرى للمسلمين بعد ذلك بعد فتح دمشق نراكم على خير